أكيد الموتش مش هيكون سهل وبصفة خاصة في الظل السفقات التسعتاشر اللي بنكلم حضراتكم عنهم موتش مش هيكون سهل بالرغم من أن تاريخ مواجهات الفريقين بطبيعة الحال هو لصالح النادي الأهلي يعني هما تقبلوا قبل كده في 22 مباراة من التسعينيات من القرن الماضي الأهلي كسب في 21 لقاء منهم ومخسرش غير في لقاء واحد وحيد سجل لعيبة النادي الأهلي 51 هدف من خلال هذه اللقاءات واستقبلت شباكه 10 أهداف فقط وأكبر نتيجة حققها النادي الأهلي كفوز على أسوان كان بنتيجة 5 صفر وكلام ده كان في موسم 2002-2003 كمان كولر أكيد هيكون عنده رؤية في نقاط الضعف اللي أسوان وقعت فيها خلال ماتشها الأخير أمام الاتحاد عشان بالتالي يقدر يشتغل عليها وبموجب هذا الأمر يقدر يقتنس الثلاث نقاط اللي أكيد كل نقطة منهم هتكون غالية جدا وإحنا قبل كده دقنا مرارة نزيف النقاط للاعتبارات كتير أغلبها ما كانش يعني لي علاقة بينا احنا الحقيقة بأي حال من الأحوال ولكن إن شاء الله هذا الأمر اللي يتكرر وبإذن الله كل ماتش من ماتشات النادي الأهلي الفترة اللي جاية هو لقاء مهم أي أن كان اسم المنافس ايه هو ماتش مهم وأكيد يهمنا جدا التلات نقاط وبنتمنى التوفيق في ماتش النهاردة تاني كريم كرمك مصبوط هنرجع نقول المباراة إن شاء الله مش يعني متوقع عنها هتكون حلوة بس مش هتكون سهلة لكن تاني كولر ولعبتنا قادرين على حسم اللقاء أعتقد وفرد سيطرتهم على المباراة من البداية غلق جميع بقى المساحات أمام كمان المنافس زي بالزبط لما حصل وحنتكلم اللي حصل أمام الإسماعيلي والمباراة كانت بجد فيها تاكت كان عظيم جدا وقدرنا نحن نسجل هدف من يعني كانت جملة هجومية روعة بصراحة لو هيطلق عليها حاجة أو وصفية روعة